اشتركوا في القناة كانت تعد الذكورة مثلا أعلى ولذلك كانت تطالب ومعها كثير من النسويات بالمساواة مع الرجل لكن الذي وقع فيما بعد أنه وقع تشخيص الداء في الرجل لما؟ لأن الرجل في نظر النسوية هو المسؤول الأول عن وضعية المرأة لقرون متطاولة إذن النسوية تقرر بأن عدو المرأة والمسؤول الأول عن اضطهادها هو النظام البترياركي أي النظام الاجتماعي الذي يحصر السلطة في الرجال وحين تذكر النسوية هذا التحليل فإنها تفعل ذلك تفاديا للنظرة الماركسية التي تجعل اضطهاد المرأة راجعا إلى صراع الطبقات لذلك الماركسية تقول لكي تتحرر المرأة لا بد أن نسقط النظام الرأسمالي والنسوية تقول لكي تتحرر المرأة لا بد من إسقاط النظام البترياركي هذا النظام البترياركي الذكوري في بعض محاولات تعريب هذا اللفظ هذا النظام يتحكم الرجل فيه في عملية التناسل ويتحكم في الحياة الجنسية للمرأة وذلك عبر مجموعة من القوانين التي يضعها والأعراف التي يفرضها وحتى الأديان لأن النسوية كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تبنت في كثير من مظاهرها موقفا معاديا للدين كما نراه في بعض نضالات حركة الفمن المنتشرة في أوروبا وفي غيرها من بلاد العالم لذلك فالنسوية تقول لا بد من أمرين اثنين لا بد من أن تمتلك المرأة جسدها لكي تتحرر تقول بأن نظام البترياركي كان يفرض أن يكون جسد المرأة ملكا لهذا النظام ملكا للرجل خصوصا فإذا لا بد أن تمتلك المرأة جسدها وسيدخل في هذا أمور كثيرة سنذكرها في وقتها بإذن الله ثم ثانيا لا بد أن تتخلص المرأة من الأمومة التي تخضعها للرجل ومحاولة النسوية تخليص المرأة من الأمومة يؤدي ولا بد إلى مشكلات اجتماعية ضخمة كما سيأتي إذن لكي تحرر المرأة لا بد أن يتخلى الرجل عن سلطته وذلك يمر بالضرورة عبر تخلصه من ذكوريته أي من كل ما يميزه عن المرأة من كل تثاوت أو تمايز بين الرجل والمرأة هذه النظرة التي تتبناها الحركة النسوية تعطل فرقا نفسيا جوهريا بين الرجل والمرأة فالرجل كما يقرره كثير من المتخصصين في علم النفس وغيره يحتاج إلى الإنجاز من أجل تحقيق ذاته فالرجل لا بد أن يسعى مثلا إلى تحصيل مقام اجتماعي إلى امتلاك سلطة معينة إلى غير ذلك المرأة بطبيعتها ليست كذلك فالمرأة حتى في الدول الغربية التي قطعت أشواطا طويلة جدا في مجال تحرير المرأة وفق النظرة النسوية المرأة هناك أيضا لا تفرح كثيرا بألقابها وبراتبها وبسيارتها بالمقارنة مع الأخريات بل تفتخر بأنوثتها بجاذبيتها والنسوية تحاول إلغاء ذلك كله لكي تجعل المرأة والرجل شيئا واحدا النسوية تمارس نوعا من الإرهاب الفكري فالرجل الذي مثلا يريد حماية زوجته أو الذي يطالب مثلا بتحمل المسؤولية على أطفاله تحمل مسؤوليته على أطفاله الرجل الذي يظهر مثلا غيرته على زوجته أو ابنته الرجل الذي يمارس حقه في انتقاد لباس زوجته مثلا إن كان عاريا إلى غير ذلك هذا الرجل الذي يوصف بهذه الصفات هو رجل ذكوري مستحق للذن هو رجل ينبغي أن يمحى من الوجود لكي تتحرر المرأة في نظر هذه النسوية بالطبع علينا أن نقرر بأن هذا كله ليس في مصلحة المرأة فكثير من الرجال اليوم في أوروبا وفي بلاد الغرب عموما يفضلون التخلي عن مسؤولياتهم كما سيأتينا في قضية تدمير النسوية للأسرة فكثير من الأسر الآن الرجل لا يطلع في أسرته بأدنى مسؤولية وهو يفضل ذلك هذا يعني في مصلحته لكنه ليس في مصلحة المرأة لأن كثيرا من الأسر تصبح المرأة فيها هي المسؤولة عن الأسرة ماديا ومعنويا هي المسؤولة عن تربية الأطفال هي المسؤولة عن كل شيء هذا كله ليس في مصلحة المرأة هناك أمر آخر في قضية يعني التعامل مع الرجل والعداوة النسوية للرجل النسوية تقرر لكي تتحرر المرأة في عملها في لباسها إلى غير ذلك ينبغي أن تسوى رغبة الرجل الجنسية برغبة المرأة يعني ينبغي أن تصبح هاتان الرغبتان متساويتين وفي ضمن ذلك ما يسمى شيطنة الشهوة الذكورية ولذلك فالنسوية تحذر النساء من هذه الفحولة الذكورية الخطيرة التي هي كالفيروس الكامل في كل رجل والذي يمكنه في أي لحظة أن يعود للنشاط من أجل إخضاع المرأة من أجل الاعتداء عليها من أجل اغتصابها وهنا نفهم ما رأيناه قبل يسير قبل يعني بضعة أسابيع من حملة انتشرت في بعض البلاد حتى من البلاد الإسلامية حين تخرج بعض النساء وتخاطب الرجل لتقول له أنت هو المغتصب فهذا كله يصب في هذه الفكرة النسوية التي تشيطن رغبة الرجل عموما إذن إذا شيطنت إن صح هذا التعبير رغبة الرجل فأفضل رجل عند النسوية هو أقرب رجل إلى المرأة أي هو الرجل منزوع الفحولة أو الرجولة وبالتالي هو الرجل المثلي وهذا يشرح لنا جزءا من أسباب تحالف النسوية والمثلية كما سيأتي لقد ساهمت النسوية في شيء يسميه بعضهم تأنيث المجتمع أي إعلاء القيم المؤنثة نظريا كقيم الحوار التسامح التضامن الحب المشاعر في مقابل القيم الذكورية مثل العنف والحرب والسلطة والاحترام والعقلانية ولذلك فالفيلسوفة النسوية المعروفة إليزابيت بادنثاخ تقول لقد فكك حلم المساواة الذكورة التقليدية وقضى على هيبتها وترجم ذلك بنمذ قيم الذكورة وجعل قيم الأنوثة مثلا أعلى ولذلك فالنسوية أيديولوجيا متمركزة حول الأنثى جينو سانتخيست ولذلك نجد مثلا عبدالوهاب المسير رحمه الله تعالى يترجم الفيمينيزم بالتمركز حول الأنثى هذا كله سيكون له آثار وخيمة جدا على الأطفال على الأسرة على المدرسة وعلى المجتمع كله في لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قيمة مهمة جدا تدندن النسوية حولها هي قيمة المساواة بين الجنسين إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل